صبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وتعالوا الروح لمنا الشرقاوي ونعرف منها أخبار التقص بالتفاصيل صباح الخير يا منا مرة تانية صباح الفل عليكي أحمد بسانت الجو برد وحيستمر برد لفترة يعني موجودة معانا وكمان حيبقى في شوية مطرة بس احنا مش بنتدائم المطرة دي المطرة لما بتنزل بتدفي الجو فالجو بيبقى أفضل احنا هيقنا نفسنا يا منا خلاص مش كده برضو جاكتش اللي تقيلة ظهرت وكل حاجة تمام ستية منا مبسوطة الجو برد أنا محب الجو برد أفضل بكتير من الحر والتلزيق والزحمة يعني كده أفضل بكتير الحمد لله خلينا استمتع مع بعض بالبرد حيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقصي يكون بارد على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وشمال الصعيد وحيكون معتدل على جلوب سينة وثلاس الجبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد لكن بالليل التقصي هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء في البلاد بيوصل لحد السقية على سواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وشمال الصعيد النهاردة كمان هيكون في نشاط رياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والواجه البحري وسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة كمان هيبقى في أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والواجه البحري ووسط سينة على فترات متقطعة هنلاقي كمان أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبتدي من القاهرة بطبيعة الحال العظمة فيها 15 والصغرى 7 الإسكندرية 15 سبعة مطروح 15 سبعة سوى 14 أربعة بورسعيد 15 سبعة دميات 15 سبعة الإسماعيلية 16 سبعة والسويس 16 سبعة طابة العظمة فيها 17 والصغرى 10 العريش 15 سبعة كاترين 10 سفر بتوصل لحد التجمد الغردقة 19-12 الفيوم 15-3 بني سويف 15-3 والمينيا 15-3 السعيد العظمة فيها 15 والصغرى 3 سوهاج 16-5 قنى 17-5 والأخصر 19-6 أسوان الأكثر اعتدالاً في الصبح الدرجة الحرارة بتكون 20 وبالليل 8 الوادي الجديد 18-5 شلاتين 24-10 أم حلايف العظمة فيها 22 والصغرى 11 كده استعرضنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة نرجع تاني لأحمد وبسانت نكمل باقي فقراتنا تفضلي أحمد وبسانت شكراً لك يا منا يعني الأرقام 3 و 5 دي بالنسبة لي سنتعود بقى شوائي خير إن شاء الله